كنت بكلمكم عن التهجير الطوعي وقلت لكم خلي بالكم الموضوع ده لازم نحط عليه كده يعني دايرة وخط أحمر ونبص احنا بنتكلم عن ايه في دلوقتي واحنا بنتكلم مشكلة بتواجه الفلسطينيين مع الرصيف العيب اللي الامريكان عملوه شغلوه المفروض انه عشان يستقبل مساعدات اللي اسرائيل منعها من كل المعابر البراية مدير المكتب الاعلامي في غزة اسماعيل السوابتة بيقول مفيش تنسيق مع اي جوهة حكومية بخصوص الرصيف ده وبيشكك في نوايا امريكا عن انشاء الولايات المتحدة لهذا الرصيف قالك لانها بتساعد اسرائيل في الاجبادة الجماعية ضد الفلسطينيين ومدية الاسرائيل 200 الف قنبلة ضربتهم في غزة قال لو الولايات المتحدة كان عندها رغبة في دعمنا فكان الاولى انها تضغط على الاحتلال عشان يفتح 11 معبر مع غزة اللي محتاجة الف شاحنة مساعدات يوميا عشان توقف التجويع وتوفر احتياجات النازحين قالك الرصيف البحري زي ما شرحنا لكم هنا كتير هو مش مينة هو رصيف بحري قالك ده مش هيقدم ده فالاصر ان المعابر تتفتح لكن الرصيف ممكن يكون مقدمة لايه مقدمة لعملية تهجير تساهم فيها امريكا لصالح اسرائيل يعني يبتدي يقولوا يا جماعة اللي عايز يطلع من غزة ويروح على ابرص يروح على اوروبا يروح على فين عندنا سكة من البحر انكم تاخدوا بعضكم وتطلعوا وكله يبتدي يفضي واحد ورد تاني وده في تصوري الشخصي من اول يوم ان موضوع الرصيف البحري اتعمل عشان الكلام ده